مرحبا بكم في تواريخ في أقل من خمسين عاما تحولت اليابان من دولة منكوبة بعض الحروب العالمية الثانية إلى واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم مشكلة نموذجا فريد في التطور السريع والنهضة الشاملة قصة اليابان هي حكاية إسرار وإبداع لا مثيل لها تمزج فيها القيم التقنيدية مع الإبداع الحديث بدأت الرحلة اليابانية في الخمسينيات حيث اهتمدت على استراتيجيات اقتصادية واستثمرت بشكل مكثف في التعليم والتكنولوجيا أدى هذا إلى ظهور صناعات كبرى مثل الإلكترونيات والسيارات التي حققت مكانة عالمية خلال العقود القليلة كما سهمت الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الارتصاد المحلي وزيادة التنفسية ولم يقتصر تطوير اليابان على الجانب الاقتصادي بل شمل أيضا البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة مثل شبكة السفق الحديدية فائقة السرعة والروبوتات المتقدمة التي تخدم مختلف قطاعات الحياة وهذا التفوق التكنولوجي جاء بفضل ثقافة عمل متقنة والتركيز على الجودة مما جعل عبارة صنع في اليابان رمزا للتمييس اليوم تمثل اليابان نبوذجا ملهمة للدول التي تسعى للنهضة وقد أثبتت إن الإصرار والتخطيط المتقملي قادر على تغيير مسار أمة بأكملها تطور اليابان في خبسين عاما لم يكن مجرد تطور اقتصادي بل كان أيضا نهضة ثقافية وإنسانية استمرت في إلهام العالم حتى اليوم وكانت هذه حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في الحلقات الأخرى من تواريخ اشتركوا في القناة